بينما يسير على انقاد ما كان بيته يوما ما يبحث فلسطينيا تسعينيا عن بقايا ما كان يتوقع ان يكون سلاما يوما ما ولسان حاله يقول هذا ما جنته علينا اتفاقية اسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع اسرائيل في اليوم ذاته من ربع قرن ومنذ ذلك الحين تغيرت الاوضاع المعيشية لاسرة جابر على غرار ما جرى لكثير من العائلات الفلسطينية اتفاقية اسلو انه كانت مصيبة علينا في الاراضي يعني في الواقع انهدم للارض انهدمت للدور اعتقلت اول مرة واعتقلت تاني مرة كمان المستوطنين هاجموا البيت التالت لحد الان يعني خلال الخمسة وعشرين سنة او الثلاثة وعشرين سنة هدول من الثلاثة وتسعين لحد الان بهاجمون المستوطنين بتهاجم للادارة المدنية اسرة الشيخ الفلسطيني كانت اكثر المتضررين من اتفاقية اسلو حيث هدم اثنان من منازل عائلته عام الف وتسعمائة وثمانية وتسعين واعتقل اكثر من مرة ناهيك عن الانتهاكات المتواصلة من المستوطنين الاسرائيليين وهذا ما اكدته رفيقة دربه العسير نزرع ونشرب ونلقات وما ضعنا نفاق الريح نحددت نصارات اتفاقية اسلو خربت الاراضي هون والمي هون خربت الزرية وخربت عيشتنا صار اليهود مطار دينا من وين كان الاتفاقية التي وقح الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس وصراء الاحتلال انا ذاك اسحاق رابين ووزير خارجية شمعون بريز لم ينل منها الفلسطينيون سوى التشرد والانتهاكات المتواصلة بعد ان تبخرت بنود الاتفاقية وهو امر عهده التاريخ من الاسرائيليين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة